السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعت لكم النهاردة بالفيديو فيديو مشارياتي من الفم والخرز والنيلو والكروشة والكامسون والساتان واللازق والسبراي وكل حاجة انا قلتلك اصور الفيديو ده بعد ما خلص تصوير الفيديو اللي تكون من غرفتك انا بصور حتى بنفس الهضوم اللي علي عشان انا مصوره بعد الفيديو ده على طول ويلا بينا عشان نبتلك اول حاجة هنعرد الفيديو عندي الفيديو ده بيشاري من اي مرتبة بيبقى في منه اللي بيلزق واللي مش بيلزق عندنا الورقة بيبقى فيها اكثر من لون والوان حلوة جدا عندنا اصفر وي لبني وي سيلفر وي موف وي بني وي برتقالي وي موف بحظن كده في لونين موف وي اغدر وي احمر وي اه وي ابيض عندنا بيبقى فيها حوالي عشرين ورقة واحد انين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ويبقى فيها حوالي عشر ورقة اكت والورقة الكيسة كاملة بيبقى سعرها رحز جدا عندنا برضو اللي بل بيلزق ده مش بيلزق بيبقى فيه برضا اوان مش موجودة ممكن معظمها مش موجود من اللي بيلزق وفي هناك تلاتة انا أحمر وبني واخدر فاتح واللون ده الموف واللون البرتقالي واللون الموف الفاتح واللون البابي ده انا بحبه جدا بس هو مش متوفر في اللي بيلزق واللون الازرق ده هو موجود منه بس افتح سوية في اللي بيلزق واللون ده واللون الفشي بيبقى معظمهم مش متوفر في اللي بلزق وفي بردد اللي بغى يبقى مطفي عندنا شم انا طبعا مستدى الشمع بتاعي مل صوابر و رفيعة لو انتوا صوابع مشدى الشمع بتاعتكم بيبقى طخين الصبع بيبقى طخين شوية ويبقى صير انا اشتريت عشر صوابع و طبعا بابا هو اللي شاريني الحاجات دي كلها طبعا هو فاجئني بالحاجات ديت طبعا هو اللي دعمني وبشكر اختي برضو عشان هي اللي بتصور لي الفيديوهات وتتعف جدا فانا نفسي تفرحوني وتفرحوا بابا وتفرحوا ومامتي برضو وتفرحونا كمان وان شاء الله على المية الف هعمل لكم مفاجأة كبيرة مش هحرق عليكم و هعمل لكم مفاجأة ان شاء الله هنبتدي بقى عندنا هنا نيلو عندنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حدوش عندنا حتاشر بكرة ده خيت تمانية سن تمانية عندنا هنا الواسي تيف ده الواسي تيف ده مش متوفر عندنا هنا في البلد فهو بيتشاري بابا شرهولي انا كان نفسي فيه عندنا الدبل فاس عندنا الدبل فاس ده في منه الكبير وفي منه الصغير وعندنا الصوف الصوف ده بيتشاري من محلات الخيوط او محلات الخياطة اللي بيتشاري من اي مكتبة لأم متوفر كل الالوان انا اخترت الاصفر هنبتدي بقى هنا ايه في الخرز عندنا ايه خرز ابيض كبير وخرز ابيض صغير عندنا هنا ده ربع ربع كده والربع ده حوالي بعشرين جنيه يعني الحاجات ده حرفين متلفة في بس لان وعندنا بردك الربع راخر بعشرين وخرز ده اخر لده لونه جميل جدا وشكله جميل جدا كده الخرز ده شكله تحفة بس مش بيقشر وشكله جميل جدا وهعملكم منه اساور كتيرة وهعملكم افرع وهعملكم حاجات كتيرة في الفيديوهات الجوية هكذا ما عدتكم عندي حاجات وفكار صحفة وخرز ده اخر جميل جدا انه عجبني اكتر حاجات اخر هو وده بردك ده مش بيقشر على فكرة انشاء اللي بيحاسبه بيقشر هعمدنا الاروان الغونق دي انا هو جابها علشان انا هعملكم شوية غوائش هم خرز البني ده علشان هعملكم هعملكم به ده الخرز ده اساسا هو خشب هعملكم مثلا كلمة فرندس اسمي مثلا ارتي ثنون هعملكم حاجات جميلة عندي بردك الخرز ده خرز جميل جدا وبحب الخرز ده اعملكم انه حاجات جميلة ممكن اقضي الاروان كلها اعملها اسويرة او ممكن اعمل نجي بقى على الاحلى والاحلى عندنا هنا خرز اللي هو عمل شكل الوردة ممكن يتعمل في عقد او اسويرة او اي حاجة شكله جميل جدا وبحب اللون الالوان الفتحة دي بحبها جدا جدا اهو و عندنا ده الخرز ده غالي جدا انا بابا جاب لي منه حابة تغيرين وهو غالي جدا وهو تقيل اساسا وهو اساسا متربش شكله جميل هعملكم منه بردك ممكن اعملكم غيش من اللي هي حبها كبير اعمل افكار جميلة اعمل ان الخرز ده لونين مع بعض ممكن غويشة تبقى اللون ده مع اللون ده هي بقى شياكة جدا او اللون ده مع اللون اصفر او اللون الابيض بردك مع اللون البنة الوان شياكة اعمل بردك الخرز ده نفس الخرز اللي هو الزيته اعمل خرز جميل وشكله تحفر ومش بيقصر لان منه فيه بسكة منه فيه اوه عندنا بقى ورق الكوريشة 3 بنت شرية اساسا من قبلها حبت اتضمه في فيديو مشرية اهو انا فتحت دي عشان اعملت لكم انها ورقة الشكر في الفيديو اللي انا عمل اسمتها ورقة والبنبي مفتحش خالص هي ورقة الكوريشة ده 250 بيتشاري من اي حال من اي دكان في قريتكم او في المكان البلده وعندنا هنا ورقة الكنسون ورقة الكنسون ده اساسا مش بيتشاري من اي مكان انا هفتح لكم وورديه لكم هو ورقة الكنسون ده الفرغ منه بثمانية جنال المربع الصغير ده بثمانية جنال هو بصم بيبقى فيه خطوط كده وبيبقى محمل انا بابا اشترالي منه البني واشترالي منه الابيض اشترالي اثنين الابيض لان انا بستخدم الالوهيسات حديث فيديوهاتي وممكن احطها خلفها بردك للفيديو الوراي الابيض ده اشترالي منه اللون الاخدر اشترالي منه اشترالي منه البنج ورقة الكنسون ده فرغ منه بثمانية جنيه يعني حوالي جمهة حاولولهم يجاربين جيموت ده الحاجة وباشكر بابا مرة ثانية ان فعلا فرحني جدا بالحاجات ده وهنا الستان ده امطار انا مش عايزة بكر مش عايزة بكر كامل لان البكر الكامل بيتركن ويتعفر ليه اهمية انا اشتريت مثلا بابا اشترالي منه ده مترين واللون ده مترين والابيض ده انا عندي منه رفيع فاشترالي من الابيض ده متر عشان عندي من الابيض كتير اللون ده جميل واللون ده بردك انا احبس اقلواني جدا فيه منه بقى اللي هو الخيط العريض هملكو بيه اطواء و هملكو بيه حاجات جميلة ويقساور بقى وقادل الرقبة وكده فيه من ده وفيه من ده الرفيع ده فيه الاسبراء ده الاسبراء ده الاسبراء ده اللون نفس اللون اللي اللي على العلبة رح تكون صفزن و اهوات و كده يكون الفيديو مشاريات خلص يا رب يكون الفيديو عجبكم فعلا تشوش تحطوا لايك وشاريو للفيديو وسبسكرايب ويسعر زر الجرس ويسعر لكم كل مهاجد طبعا لثالث مرة باشكر بابا واختي وباشكرهم كلهم علشان هم دعموني ويفرحوني جدا بالحاجات دي وطبعا باشكر اختي عشر مرات علشان هي بتتعف جدا في الفيديوهات وبتتصورني وبتتعف جدا في الفيديوهات وبتتعف جدا في الفيديوهات واشوفكم الفيديو الجاي سلامة ترجمة نانسي قنقر